بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على أجمل خلق الله وأطهر خلق الله وأسعد خلق الله سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا رب بالهاد البشير محمدي وبدينه العالي على الأدياني ثبت على الإيمان قلبي واهدني للحق وانصرني على الشيطان أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أن جعل لها مواسم للطاعات يتقرب فيها العبد لرب الأرض والسماوات رغبة فيما عند الله ورجاء فيما عند الله يتقرب العبد لربه في هذه المواسم فيزداد قربا من الله ويزداد حسنات عند الله تبارك وتعالى وإن من هذه المواسم شهر شعبان هذا الشهر الفضيل الذي جعله ربنا تبارك وتعالى بمثابة تهيئة للنفوس وللأبدان وللأرواح لاستقبال شهر رمضان هذا الشهر الله عز وجل جعله مقدمة حقيقية لشهر رمضان حتى يستعد الإنسان للقرآن وحتى يستعد للصيام وحتى يستعد للقيام فكان لرسولنا صلى الله عليه وسلم حال مع هذا الشهر الفضيل كيف كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم نتعرف على هذا الحال حتى نقتدي به وحتى نسير على خطاه فإذا ما اقتدينا برسولنا وسرنا على خطى حبيبنا رزقنا ربنا تبارك وتعالى شفاعته يوم العرض على الله كان لرسولنا حال في هذا الشهر فكان يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا وأسامة ابن زيد رضي الله عنه يحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل وكيف كان حال النبي فيسأله يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور مثلما تصوم في شهر شعبان أي بعد رمضان فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجبا ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فضل ما بعده فضل وكرامة ما بعدها كرامة لهذه الأمة فيها المقصرون نعم فيها المضيعون نعم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء هكذا حال رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا ولو علم الإنسان فضل الصيام وما له عند الله بصيام يوم واحد لما امتنع عن الصيام وإننا في هذه الأيام يأتي هذا الشهر في جو مناسب للصيام قصير النهاره فيصوم الإنسان طويل ليله فيقوم الإنسان ليعود نفسه على التهيئة الحقيقية لاستقبال الضيف الكريم شهر رمضان المبارك ولذلك أيها الإخوة المسلمون يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم واحد في سبيل الله يوم واحد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم عن من صام يوما قال من صام يوما من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بهذا اليوم سبعين خريفا بصيام يوم واحد لله عز وجل فما ظنكم بمن يكثر من الصيام ومن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصيامة تصوم جوارحه عن الحرام ويمتنع عن الخوض في أعراض الناس هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان فلا تضيع يومه ولا تضيع ليله أو نهاره وإنما وظف الدقائق في هذا الوقت في طاعة الله عز وجل وإن هذا الشهر يجدد فينا أن نعلن التوحيد لله لأن الله عز وجل جعل فيه ليلة تعرض فيها الأعمال إلى الله ويغفر فيها لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح فإياك والإشراك جدد النية لله عز وجل وإياك والمشاحنة فإنها تحجب العمل ولا تجعله يصعد لله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر الله لهم إلا مشرك أو مشاح أسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يعمر قلوبنا بالتوحيد وأن يطهر قلوبنا من المشاحنة ومن البغضاء ومن الغل ومن الحقد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين موسيقى